وجود بوادر إيجابية لإقامة علاقات طيبة بين العراق والتركيا وقال الصالح لشرقية نيوز أن المواقف السلبية لدى بعض السياسيين إذا أنقر تعقد إقامة علاقات متميزة بين البلدين الجارين وأشار إلى أهمية أن تكون العلاقات الثنائية قائمة على احترام مبدأ السيادة بين الدول ما لمسناه كان هناك معطيات إيجابية على حد قول السيد أردغان وأعتقد كانت الرسالة إيجابية عندما لمسنا أيضا اليوم بعد أن طلبنا نحن أيضا أن تذاب هذا الجليد لأننا بلد متجاور أردنا أن تذاب كل هذا التوترات التي أثيرت في الفترة الأخيرة وبدورنا أيضا باعتقادنا حصلنا على جزء من النتيجة الإيجابية لزيارتنا النتيجة الإيجابية لزيارتنا كان اتصال رئيس الوزراء التركي علي بن يلدرم قبل قليل مع السيد حيدر العبادي والذي أكد فيه السيد يلدرم بأنه مع سيادة العراق وبأنهم يريدون عراقا خاليا من المنظمات الإرهابية وبأنهم يدعمون كل السبل التي تؤدي إلى الوصول إلى بر الأمان للبلدين هذا ما لمسناه من خلال زيارتنا التي تحاول البعض أن يفسرها بشكل أو بآخر ولكن أنا أؤكد بأن الزيارة كانت إيجابية وهي مبعث أمل لأن يكون هناك حالة صحية من العلاقة السياسية والاقتصادية الجيدة بين البلدين الجارين